اكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان ان لشهادة الملكية السامية بنتائج الخطط الاسكانية وفق توجهات جلالته ببناء وتوزيع 40 ألف وحدة سكنية للأسر البحرينية وبناء خمس مدن اسكانية تعتبر شهادة نجاحا لجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر والجهود الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في إدارة ومتابعة هذا الملف الاجتماعي الهام في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية وقال الوزير إن توجيهات الملكية السامية بشأن ملف السكن الاجتماعي هي التي تحدد نهج الوزارة في إدارة الخطط الاسكانية بما تتضمنها من تنفيذ المشاريع الكبرى التي تسوعب آلاف الطلبات الاسكانية والعمل على تقليص الفجوة بين حجم العرض والطلب على خدمات السكن الاجتماعي من خلال طرح مبادرات مبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاصة وهي الأمور التي انعكست على تلبية آلاف الطلبات الاسكانية خلال فترة زمنية وجيزة الأمر الذي يعكس الدعم الحكومي والملكي لقطاع السكن الاجتماعي وأشار في السياق ذاته إلى حرص الوزارة على تنفيذ جميع التزاماتها الواردة في برنامج عمل الحكومة ومنها تنفيذ خمسة وعشرين ألف وحدة سكنية المنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء أربعين ألف وحدة سكنية وهو الانتزام الذي استطاعت الوزارة أن تحقق نسب إنجاز متقدم للغاية به فضلا عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير السياسات الإسكانية وإيجاد الحلول التمويلية أمام المواطن بهدف تنويع الخيارات أمامه للحصول على الخدمات الإسكانية التي تناسب احتياجه وظروفه المعيشية اشتركوا في القناة